مهرجان صيف البحرين إضافة إلى تشكيل من المطاعم المتنقلة أو مسابقة نجم نخول وغيرها الكثير ليحظى الزوار من جميع الأعمار بأوقات مميزة وستقدم هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة السعودية عدد من ورش العمل في مركز الفنون والتي تسعى إلى التعريف بالحرف اليدوية الشهيرة في المملكة العربية السعودية وتستضيف أصال الثقاء الثقافية أولى حفلات المهرجان ويأمسي للموسيقى الكلاسيكية برفقة ثلاثة نجوم بحرينيين صاعدين كما يقدم المهرجان نشاطا مستمرا على مدار إقامته في مركز الفنون اشتركوا في القناة